فاز رجب طيب أردوغان، ولكن مر الوقت ثقيلاً على اللاجئين السوريين في تركيا قبل أن يحسم الفوز لصالح رئيس لا يخطط لطردهم بالملايين بل طمأنهم أردوغان مجدداً في خطاب النصر بأن تركيا لن تعيد ضيوفها كرهاً ودفعة واحدة إلى بلدهم وأنها ستؤمن عودة مليون لاجئ سوري إضافي إلى المناطق الأمنة في سوريا والتي أنشأت فيها أنقر البنية التحتية اللازمة للعيش وأن ذلك لن يكون قصراً في كل الأحوال ليتنفس اللاجئون في تركيا الصعداء بعد أن جعلتهم المعارضة ورقتها الأهم في سعيها لكسب أصوات القوميين فرفعت من حدة خطابها العدائي ضدهم خصوصاً في الجولة الانتخابية الثانية التي اعتبر فيها القومي سينان أوغان كاره اللاجئين بيضة القبان في حسم النصر فرح تحالف المعارضة يقنع الأتراك بأن اللاجئ خطر يهدد أمنه ونمط حياته بل ويسرق فرصة عمل كان هو أحق بها ويقاسمه موارد بلده ولقمة عيشه فتأجج العداء أكثر ضد اللاجئين وتحدثت تقارير عن حالة استهداف في صفوفهم انتهى كابوس المعارضة إذن عند اللاجئين بفوز أردوغان وليس ذاك ما كان يأمله كل الأكراد في تركيا والجوار فما بين أردوغان وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرى جماعة إرهابية عداء كبير وقد تعهد الرئيس التركي الثالث عشر باستمراره في تشفيف ما وصفها بمنابع الإرهاب في الداخل التركي والجوار مما رفع من توجس المسلحين الأكراد في سوريا وجبال قنديل شمالية العراق من عمليات تركية عسكرية أخرى ضدهم لكن للمفارقة ثمت أوساط كردية في كردستان العراق ليست متوجسة من بقاء أردوغان في سدة الحكم بل تتفائل تلك الأوساط بأن صفحة جديدة في العلاقات بين الإقليم وتركيا ستكتب في المرحلة المقبلة وأن أولى المكاسب ستكون بعودة تصدير النفط من الإقليم إلى تركيا وزيادة التبادل التجاري ترجمة نانسي قنقر